مرحبا بيوم متسابعي قناة الحميدي. اذا ان شاء الله من خلال هذه الحلقة. سأعطيكم المعاملات دي المواد. وتحديدا المواد اللي تمتحن فيها في الجاوي. او لا بالنسبة للمواد اللي تمتحن فيها في الوطني. بالنسبة اللي عنده الوطني. رالجاوي يدوزه. اما بالنسبة يعني اللي ما زال عنده يدوز الجاوي. فغد يعرف المعاملات دي المواد. علش? اني خصيت هذه الحلقة هذي. لان عدد منكم كي مشي تركز على المواد اللي كتلقى المعامل ديالها هابط. وكي خلي المواد اللي كتلقى المعامل ديالها طالع. اذا ان شاء الله من خلال هذه الحلقة غدين تعرفوا جميعا. على آآ المواد. والمدة ديال انجاز ديالها. اذا شعبات العلوم الجريبية لدينا مسلك الفيزياء والكيمياء. لدينا مسلك العلوم الحياة والارض. ثم مسلك العلوم الزراعية. اذا في الجهوي. اه هاد الجهوي هذا اه كيشمل اه جميع اه المسالك اللي ذكرت لكم ده با. اذا الجهوي يشمل جميع مسالك العلوم الجريبية. اذا عندكم قد تمتحنوا في اه في ربعات هي المواد. اللي هي اللغة العربية والفرنسية والتربيه اسلامية والتاريخ وجغرافية. اللغة العربية فيها قد تمتحن فيها نكون فيها جوج السويع المدة. المعامل ديالها جوج. الفرنسية جوج السويع والمعامل ديالها ربعة. ربعة ديال اه في المعامل ديالها. اذا فيجب التركيز على مادة اللغة الفرنسية. التربية الاسلامية المعامل اه عندكم المدة للانجاز ساعة ونص. المعامل ديالها جوج. التاريخ والجغرافية. المدة ديال انجاز ساعتان. ثم المعامل جوج. هذا لا يعني ان المعامل مثلا في الفرنسية المعامل ربعة. رغا تركزوا يعني الفرنسية ونساها المواد الاخرى. لا. التاريخ المواد الاخرى راتها هي اه اساسية. غير زع ما واجب التركيز بشكل كبير جدا على الفرنسية لان المعامل ديالك يكون اه طالع. ندوز دباء الوطني. اذا المسلك الفيزياء والكيمياء. قد تمتحنوا في المواد التالية. عندكم الرياضيات المدة الزمنية فيها ثلاثة سوء لمعامل سبعة. الفيزياء والكيمياء ثلاثة سوء المعامل ديالها سبعة. الرياضيات والفيزياء والكيمياء معاملاتهم مطالعين بالزاف. العلوم الحياة والارض المعامل ديالها اه خمسة. اه لمدة زمنية ثلاثة سوء. الفلسفة جوز سويع المعامل لها جوج الإنجليزية المدة ديال الإنجاز ديالها جوز سويع المعامل لها جوج ننزل إلى مثلك آخر وهو مثلك العلوم الحياة والأرض إذن المواد عندكم أيضا رياضية ثلاثة سويع سبعة المعامل سبعة الفيزياء والكيمياء المدة الزمانية ثلاثة سويع المعامل الخمسة قبل شننا في المسلك الآخر سبعة أما هنا في مسلك العلوم الحياة والأرض المعامل ديالها هو خمسة العلوم الحياة والأرض ثلاثة سويع المعامل ديالها سبعة الفلسفة جوز سويع المعامل ديالها جوج الإنجليزية جوز سويع المعامل ديالها جوج إذن شيء لاش المواد العلمية أخصكم تركزوا عليها بزافة لأن هذا هو تخصص ديالكم لكن ما تنسوش المواد الأخرى بحل الإنجليزية خاصة الناس ديال آآ العلوم تيبدوا بزاف الانجليزية والفلسفة. يعني قد تلقى فيهم آآ يعني كيكونوا ضابطين الفلسفة والانجليزية. آآ الوطني مسلك العلوم الزراعية. هل الموض اللي كيتم تحنوا فيها. الريادية ثلاثة سواعي معامل سبعال. فيزياء والكيميا ثلاثة سواعي معامل خمسة. العلوم الحياة والارض ثلاثة سواعي معامل خمسة. الفلسفة آآ جوز سواعي معامل جوج. الانجليزية جوز سواعي معامل جوج. العلوم نباتية والحيوانية ثلاثة سواعي معامل خمسة. اذا آآ ضروري ضروري ومؤكد انكم باش تعرفوا هاد هاد يعني هاد المواد دي والمعاملات ديالها لانها مسألة اساسية ومهمة بزاف. باش ما تمشيش تركز على مادة وتخلي مادة اخرى للمعامل ديالها طالع بزاف. اذا اتمنى لان تكونوا قد سفدتم من هذه الحلقة. وادرب لكم واحدا الى الحلقة القديمة ان شاء الله.